البابا فرانسيسي ترأس قداس عشية عيد القيامة في كاتدرائية القديس بوتروس بالفاتيكان الحبر الأعظم الذي ركز في خطبه خلال أسبوع الألام على اعتداءة بروكسل وإساءة المتشددين للذات الإلهية تطرق في القداس الأخير إلى ضرورة التمسك بالأمل أمام تحديات العالم المعاصر فلنبتهل إلى الرب كي ينجينا من هذا الفخ فخ أن نكون مسيحيين فاقدين للأمل أن نعيش وكأن يسوع لم يقم وكأن مشكلاتنا هي مركز حياتنا البابا الذي يترأس للعام الرابع احتفالات عيد الفصح منذ اختياري على رأس الكنيسة الكاثوليكية قام بتعميد 12 شخصا تحولوا إلى الديانة الكاثوليكية بينهم 6 ألبان والصينية قام بتعميد 11 شخصه